احتل الأردن المرتبة الرابعة والستين على مؤشر الإرهاب عالمياً حيث جاء وضع الإرهاب ضمن تصنيف منخفض للعام الفين وتسعة عشر جاء ذلك خلال إعلان مركز شروفات لدراسات العولمة والإرهاب عن مؤشر الإرهاب في الأردن لعام الفين وتسعة عشر وهو ما يعتبر أول مؤشر قياسي كمي لظاهرة الإرهاب واتجاهاته وبحسب المركز فقد تعرضت المملكة إلى مائة وثلاث وثلاثين عملية إرهابية نتج عنها مائة وستون وفا وثلاثمائة جريح وأظهر المؤشر أن العام الفين وثمانية عشر سجل ارتفاعاً في عدد العمليات الإرهابية والضحايا والجرحة فقد شهد أربع عمليات نتج عنها ثمان وفيات وستة عشر جريحاً أما عام الفين وتسعة عشر فشهد عملية طعن في محافظة جرش استهدفت سياحاً أجانب المؤشر هو أداة قياس كمية عدد إحصائية تتعامل مع الجانب الكمي من دراسة الظواهر أن هناك في هذا المؤشر هناك ما يسمى بالتكمية كوانتفايينغ للظواهر الإنسانية الظاهرة الإنسانية زي الإرهاب صعب جداً أنك تقيسها لكن نحن نحاول قدر المستطاع في هذا المؤشر أن نقيس هذه الظاهرة لتكون كأعداد بما يساهم في مساعدة صانع القرار السياسي عندنا في الأردن ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمهتمين والأكاديميين بدراسة ظاهرة الإرهاب بشكل عام والإرهاب بشكل خاص لدينا في الأردن لفهم هذه الظاهرة هذا المؤشر يهدف إلى قياس حجم ظاهرة الإرهاب في الأردن وأيضاً يهدف إلى إيجاد نوع من التوعية الاجتماعية التوعية المجتمعية نوع من نشر ثقافة مكافحة الإرهاب هذه الثقافة اللي المفروض أنه يتبناها ليس فقط الأجهزة الأمنية أو الناس المعنيين بمكافحة الإرهاب على مستوى رسمي ويجب أن يكون أيضاً دور واضح جداً للمؤسسات غير الرسمية في مكافحة ظاهرة الإرهاب